بعض الأساسيات الخاصة في قواعد البيانات وفي لغة SQL أول شيء لازم نعرف بعض الأمور الخاصة في الجدول كل شيء مبني عندنا على الجدول طبعا الجدول هو نفس الجدول المتعارف ألي عندنا أنه الجدول تكون عندك من عدد الصفوف وعدد العامدة ونتيجة تقاطع الصف مع العمود إيش راح يعطيك الخلية والخلية تحتوي على الفاليو إحنا طبعا هنا اللي إحنا راح نقوم بإنشاءه هو في الأساس أنه إحنا نقوم بإنشاء العامدة يعني نقوم بإنشاء العامدة ضمن الجدول أما الـ data فإحنا الـ data اللي راح نضيفها يعني نقوم بالإضافة على أساس راح يضيف لك الصف الأول والصف الثاني وهكذا فبالأساس أنه كل عمود كل field نقوم بإنشاءه نعطي اسمها حتى نتعامل معها طبعا يعني نستعلم عنه لابد أنه يكون عنده اسم إضافة لذلك إلى نوع البيانات اللي راح يبدي يخزينها عندك هذا العمود يعني هذا العمود يمكن أنه يخزين لك بيانات رقمية أو بيانات أو بيانات تكون عبارة عن تواريخ أو وقت أو تكون أصلا بيانات يعني تكون binary لحفوظ الصور وإلى هذه الأمور فكل جدوى نقوم بإنشاءه راح نعطيه إيش؟ راح نعطيه اسمه ونعطيه نوع البيانات الخاصة فيه إضافة لذلك أنه الحقل الأول اللي هو ما يسمى عندك بالID فهذا في الأساس ينشأ مع الجداول لغرض يعني العمل ينشأ مع الجدول حتى نتعامل مع البيانات يعني مثلا أنا حتى أجلب البيانات اللي موجودة عندي هنا فأحتاج إلى unique idea أو إلى حقل ما يتكرر فيمكن الأسماء تتكرر ويمكن أنه عندك ال address يمكن يتكرر city يمكن country يمكن أنه يتكرر لكن ال ID راح يبدي يجداد عندك بشكل طرقائي وبالتالي يمكن أنه أقل إجلب للبيانات اللي تكون منساوية لل ID 3 بالتالي راح أحصل على البيانات المقابئة له وهكذا إذن هذا ما يسمى عندنا بال primary key طيب أول شي لازم نعرف أنه لغة SQL هي غير حساسة بمعنى غير حساسة للأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة حالة حالة لغة في جول basic إذا تذكر أنه لغة في جول basic أيضا لغة غير حساسة يمكن أنه بعض ال dbms تطلب من عندك أنه تضع semi-colon وبعضها لا تطلب من عندك أنه تضع semi-colon أوكي بعض الأساسيات أو بعض ال command الأساسية select حتى نعمل select على ال database يعني على ال data update حتى نقوم بالتحديث delete حتى نعمل delete insert into يعني تكون عندك بهذا الشكل insert new data to database أيضا عندنا عملية إنشاء قاعدة البيانات هي بحد ذاتها نستخدم الأمر create database عملية ال alter database بمعنى إنه يمكن إنه نحذف قاعدة البيانات أو نحدثها فالalter هو يكون عندك على مستوى أعلى يعني ليس كمستوى التعامل بشكل مباشر إنه هو مستوى يضيف لك صلاحيات أعلى كحذف قاعدة البيانات أو حذف الجدول وأيضا عندنا إنشاء جدول هنا وعدك ال alter table يعني راح تبدأ يتعدل على الجدول أيضا drop table ما يسمى عندك بال delete يعني في الأساس إنه تعمل حذف على الجدول ويمكن إنه تقوم بإنشاء أو تعمل create للإندكس سابعا إنه تبحث عن طريق key فتقريبا هذه هي أهم أو أهم الأوامر الخاصة في لغة SQL كأوامر أخرى هذه اللي إحنا تقريبا نتعامل معه إنه نعمل select, update, delete و insert وبنسبة لعملية إنشاء قاعدة البيانات وإنشاء الجدول وعمل دروب للجدول يمكن إنه إحنا نستفاد من dbms يعني من البرنامج اللي هو راح يوفر لك عملية دارة قاعدة البيانات